اشتركوا في القناة لما نأكل الراحة وخاصة لما منحطها مع البسكوت اللي شوان بيعرفوا عن شو عم بحكي لما منحط قطعة من الراحة بقلب قطعتين من البسكويت السادة أكلة كتير طيبة الأطفال بيحبوها ورح نعملها بطريقة ناشحة وسهلة وبسيطة مقدير الراحة عندي كوب من الماء كوب وربع من النشا الكورن فلاور بدي دوّب النشا بها الماء وخليه على جنب بدي هلأ حط ثلاث أكواب ماء بطنجرة الطنجرة مالة على النار ثلاث أكواب ماء مع كوبين من السكر لسه طنجرتي ما وضعتها على النار رح ضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون اللي عم يسألني عن ملح الليمون هو السيدريك أسد ببدأ بدوّبها لعم بعمل أطر بدي أبدأ دوّب السكر بالماء لحتى ينجح الأطر وأنا نزلت فيديو بالتفصيل عن كل أنواع الأطر لكل أنواع الحلويات بتلاقوه بأعلى الشاشة وبتلاقوه بصندوق الوصف المفروض تدوب حبات السكر قبل ما يوصل السائل للغليان بهالطريقة بضمن ما يسكر الأطر هلأ ببدأ بحط الطنجرة على نار خفيفة وعما حريك لازم اتأكد أنه ذرات السكر دابت تماما قبل ما يبدأ الغليان تلاحظوا كيف؟ ما عد فيه ذرات للسكر أبدا بالسائل برفع الويسك وهلأ بيبدأ يصخن المزيج وبيبدأ يغلي المي والسكر عما تغلي على النار النشا مع المي حخليهم بيجانبي لسه ما صار وقتهم المفروض المي والسكر على النار تغلي 10 دقايق يعني بعير الوقت من بدء الغليان أقل من 10 دقايق ما رح تنجح الراحة ما رح تتماسك معنا بدي يعير الوقت 10 دقايق من بعد الغليان بيبدأ بعير وقت 10 دقايق عما يغلي الماء والسكر على النار من بعد 10 دقايق من الغليان رح ابدأ ضيف النشا مع الماء ومع التحريك ناري متوسطة النار متوسطة تحريك مستمر لحتى تخلص كمية المي مع الكورنفلاور بضل عما حرك بيبدأ المزيج يتقل بيبدأ يسمك المزيج بيستمر بالتحريك بتلاحظوا كيف صار مزيج النشا مع القطر بهذا الشكل رح ضل عما حرك شي 4 الى 5 دقايق حتى يبدأ المزيج يصير شفاف وتخلص من طعم الكورنفلاور تخلص من طعم النشا تلاحظوا كيف صار شكل النشا تقريبا شفاف بدي ضيف كمان ربع معلقة صغيرة ملح الليمون من حرك وبدي ضيف عليه هون كوبين من السكر بيبدأ بحرك السكر لحتى يدوب تماما يختفي السكر تماما ومن هون بيبدأ طبخ الراحة من هاي المرحلة بس يدوب السكر مظبوط ما بعد بشوف ابدا حبيبات سكر كل شوي بحرك مضروري اني حرك باستمرار النار متوسطة كل شوي بحرك هالمزيج بتبدأ الراحة بالنضج بدي اوصل لمرحلة الكرة اللينة بطبخ السكر كل شوي بنحرك رح تاخد تقريبا تحريك من 35 دقيقة او 30 دقيقة تلاحظوا كيف صار المزيج سميك شفاف كل شوي بحركه يعني التحريك ما بيكون مستمر دائما بهالشكل رح ااخد شوي من خليط الراحة وبحطه بوعاء في يومي باردة او تلج كمان بعمل تحريكة صغيرة رح شوف اذا وصلت الراحة لنضج التام للسماكة المطلوبة بعد دقيقتين بشوف هاي قطعة الراحة اللي حطيتها بالمي الباردة بتلاحظوا كيف صارت هيك متماسكة بتلاحظوا كيف صارت متماسكة وبتمط معي اخف بمرحلة واحدة من الراحة بالفستو او راحة الحجاج كمان منزلت فيديو بتلاقوها بصندوق الوصف صارت الراحة عندي جاهزة بتلاحظوا كيف صارت متماسكة وبتمط معي والمزيج صار مايل على اللون الاصفر الخفيف هلأ بقدر ضيف المطيبات اللي انتو بتحبوها ممكن نضيف الوان طعام بهاي المرحلة ممكن نضيف اي نكهات نحنا منحبها رح ضيف هلأ معلقة صغيرة من الزبدة الزبدة بتعطيني طراوية للراحة اختياري ممكن ما نضيف زبدة ابدا ما بيأثر على نجاح الوصفة نهائي رح ضيف معلقة كبيرة من ماء الزهر وممكن نضيف كمان ماء ورد اذا بتحبوه بها المرحلة اذا حبينا نضيف الوان طعام ممكن نضيف انا عملت كمية باللون الوردي ضفتها بها المرحلة وبتابع بتطفي النار وبتابع نفس مراحل الراحة اللي حنشوفها هلأ بنرجع هلأ لمقدار الراحة الاساسي اللي ما ضفنا له لون ضفت معلقة صغيرة من المسكة لدراس المسكة وهو اختياري ماله على ابي نجاح الوصفة المسكة عبارة عن نكهة فقد نكهة طيبة للراحة ديقتين ثلاثة مو اكتر وبطفي النار صارت الراحة جاهزة عندي ايويا بتختاروه حطيت له ورقة نايلون كيس نايلون او ممكن تحطوا ورق زبدي خلطت كوب من السكر البودرة مع كوب من الكورن فلاور وحطيت شوي منهم بأرضية الصحن وهلأ فورا بشيل الراحة من على النار وبصبها بهذا الصحن فوق السكر والكورن فلاور السماكة اللي انتو بتفضلوها رح سوي السطح بالمعلقة تلاحظوا قديشها متماسكة ولونها حلو كمان على السطح رح كمل وغطيها بمزيج الكورن فلاور النشا مع السكر البودرة وخليها على طاولة المطبخ لحتى تبرد تتماسك ما في داعي نحطها بالبراد نفس الشي اذا عملنا الراحة الملونة بنفس الطريقة منصبة على صحن فيه نشا وسكر بودرة وهيك بتكون الراحة جاهزة كتير طعمتها طيبة الاطفال كتير بتحبها تربينا على هالاكلات الطيبة جربوها وبشوفكم بالفيديو الجاي